اشتركوا في القناة اهلا بك يا ماريني حلقة النهاردة يا فرحة دايما يقولين لقين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام طب ايه نعمة الإسلام ايه هي نعمة الإسلام حفظين مش فاهمين يعني انا بسأل ايه نعمة الإسلام هل انت ضمن الجنة يعني هاي دي النعمة بتاعت الإسلام مفيش حد ضمن الجنة على فكرة وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة ان انت كمسلم ضمن ايه العكس ضمن النار خليني نبتدي القرآن بيقول إيه ابتدي بالكرآن صورة مريم 71 و 72 بيقول إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونزر الظالمين فيها جسيا يعني إيه يعني الله بيقول هنشوف تفسير ابني كثير بس الأول خليني علق الآية بيقول إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا يعني الله حكم وحتما وقضي على نفسه إني يدخلكو كلكو النار بس بعد ما يدخلكو هيشوف بقى مين اللي اتقوا ويطلحهم بس هتدخل حتى لو تقي بالزبط شوف تفسير ابني كثير بيقول إيه كان عبدالله ابن رواحة واضعا رأسه على حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيكي فقالت رأيتك تبكي فبكيت أنا شايفك بتعيات روحت أنا على رأيات جملك قال قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا يعني دون صحابة صحابة وشافوا الرسول وكل حاجة وأنا مش قادر ما عنديش يقين كان مريض وعادي عاية تقال لي مش عارف حنجو منها وفي رواية كان مريض وقال ابن جرير طبعا ابن جرير التبر اللي هو شيخ المفسرين تبر عن 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 ابن صحاب كان أبو ميسارة برده ده صحاب إذ أولى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي يا عياته فقيل ما يبكيك يا أبو ميسارة قال أخبرنا أن واردوها يعني إحنا جلنا الخبر أن إحنا دخلنها ولم نخبر أن صادرون عنها يعني خرجين من وقال عبد الله ابن المبارك عن حسن البصري قال رجل الأخي هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال هل أتاك أنك صادر عنها قال لا محدش عارف أنه هيخرج منها قال ففيما تضحك طب إنت بتضحك على إيه يعني عايش قاعد تضحك قال فما رؤية ضحكا حتى لحكة برب وغير ما ما يتنكد عليه متنكد عليه لا أني معندوش أي يقين وبعدين أفهمه كده مارينا أن هم كانوا في قرارة نفسهم عارفين أنه ده ضلال اللي هم ماشيوا فيه داخلين النار وكل المسلمين في قرارة نفسهم عارفين أنهم داخلين النار لما تيجي تسألي أي حد فيهم يقول لك الله أعلم رايح متأكد الله أعلم إن شاء الله إن شاء الله يعني إيه لو الله هو اللي أشاء مش أنا 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 عملت حاجة لو إن شاء الله في مسلمين عايزين نتلاون المقضة كده يقول لك إيه يا فرحة لا ده إحنا الورود يعني إيه هنبص عليها من بعيد صح بقالوا لنا وضحكوا علينا في الحتة دي هنبص كده زي البلكونة نشوف النفس تفسير ابن كثير يقول لك إيه فقال ابن عباس الورود الدخول بس كده قال نافع لا يعني فيه واحد زي المسلمين التالي منذ يقول لك لأ فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون يعني بيستشهد بسورة الأنبياء 98 عمل قريني الآية بالآية آيوة بيبصر الكرآن بالكرآن ورود أم لا يعني ده ورود ولا لأ ابن عباس بيعلم نافع أنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون دخلين يعني قال له ده ورود ولا لأ وقال يقدم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار هو الـ 98 أبو رود أم لا بيعلم نافع برضو نفس الكلام ده ورود ولا مش ورود أهو أما أما أنا وأنت فسندخلها فأنظر هل نخرج منها أم لا وما أدري الله مخرجك منها بتجذيبك فضحك نافع يبقى إذن حتى ابن عباس بيقول ده أما أنا وأنت فسندخلها عارفين يعني الصحابة يا جماعة متأكدين إنهم دخلينها اللي يضحك عليكم يقول لك هنبص كده من البلكونة أنت دخلها دخلها فإزاي مارينة إزاي واحد يكون مسافر في حلتة وهو مش عارف هو رايح فين آه يعني أنت في طريق وسواء القطر يقول له أنت رايح فين يقول له ما عرفش وأنت هتركب معلي طيب تركب مع السواء طول ما هو مش عارف بس هو مش عارف هو متأكد أن دخل النور أيوة أيوة معهم أنا بتكلم على المسلم بيقول إيه المسلم بيقول إيه الله أعلم الله أعلم صح لكن إحنا أهو بنعلمه وبنعفهمه أن الرسول أنت دخل جهاني أنت دخل نار وإحنا بنعمل البرنامج ده ليه مارينة علشان المسلم يفهم علشان يفهم مش عشان نهدده لا بالعكس اللي بيقول لك إنك داخل النار ده كذاب هو هو اللي كذاب بقى وهو اللي هيخش النار وفيه طريق حقيقي يوديك الحياة الأبدية لازم تبحث عنه بالضبط محمد ده واحد كذاب بالضبط ما ضمن لهوش حاجة ما تجيل له يعمل إيه ما لإيه الحمد لله على نعمة الإسلام يا فرحة هم مرة هقولك يعني ده طبعا هم يعني دي آية قرآنية قال قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم الله طب انت رسول راح يوحد سأله طب انت يعني رسول الله وكده وانت رسول تقول لنا لا ما أدري رح نساخها يعني تعالเห بعدين على طول طب ما انتهاء ازاي ما الله ولا إيه الكل قدري ما يفعل بي ولا بكم قل هو إيه قل أيوا راح الناس اعترضوا عليه قاله انت رسول وتقول persones ما يعرفش هعملوا فيه ماнения لا لا لما لقى لنا فيه اعتراض من الناس وابتدت تفهم قال إيه لا لا ده من سوخة بس ده ده أنا حاخش الجنة ومش حاك فيه الفتح اتنين تقريبا غفر لها متقدم وتجري من تحت الأنهار وقعدي يغيرها يعني دحك كله طيب بص يا مرينا أنا عائشة أن رسول الله كان يكثر أن يقول يا مسبت الألو سبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخف؟ اتعمل بتقول سبت قلبي على دينك يا مسبت الألو سبت قلبي على دينك يا مسبت الألو ليه؟ قال نعم وما يؤمنني أي عائشة ما عندوش أي أمان ما عندوش أي ضمان وقلوب العباد بين أصبعين من أصبع الرحمن يعني الله يقلبها كيفما شاء بالزابط يعمل كده يعمل كده المؤمن يعمله كافر وكفر يعمل المؤمن الله أنت مش ورائلها إيه؟ بتاع سيرك والحديث صحيح وطبعا كل الحاجات طبعا كل الكلام ده الراوي عائشة أم المؤمنين المحدث الألباني المصدر تخريج كتاب بالسنة وخلاصة حكم المحدث صحيح صحيح طيب يعني يبقى نرجع تاني للنقطة دي تاني هل أنت يا مسلم تقول أنا مش أنا مش دا أنا الله أعلم طب والرسول هنشوف دلوقتي الرسول أهو الرسول بيقول إيه؟ ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعيننا من أصابع الرحمن ما عندوش أمان بعدين في الأحقاف تسعة يا مارينة قال إيه؟ كل ما كنت بدعا من الرسول صحيح كلمة كده؟ يعني أنت بأنت أنت رسول وبيجي لك وحي على زي ما بيقولوا يعني هو طبعا لا بيجي له وحي ولا رسول ولا أي حاجة هو لا حاجة كله دا تأليف وبيجي لك وحي وقاعد خايف طب المسلمين يعملوا إيه؟ في رعب صدقيني أنا كنت في رعب يا مارينة وأنا صغيرة لغاية لما قبلت المسيح يعني شو في السن دا كله أنا كنت في حالة رعب من الموت أنا هروح فين؟ ممم فيش يقين عندي فيش ضمان بصلي طب هم يسألوك يا فرحة طب وانت دلوقتي يعني عندك الضمان؟ طبعا ضمنا إيه اللي ضمنك؟ المسيح المسيح أولا كلمته كلام ما قاليش يمكن آه ويمكن لأ دا دفع التمن كله بالنسبة لي دفع التمن كله بشرط طبعا إن أنا لازم أكون بقدر العمل اللي عمله المسيح على الصليح آه مزاي فكرة المسلمين يقول لك آه ما أنت كده تجزي براحة كده؟ لأ 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 الكلام ده الاحتقاء اللي بيعمل اللي بيعمل الأخطاء بيحتكر عمل المسيح الجهنم على طول آه يخش على الاحتقار ده آه على طول فيها جهنم يعني أنا بحتقر دم ابن الله آه فكده يعني فيها جهنم فلأ أنا بالنسبة لي أنا عندي يقين أنا رايح للسماء آه في ترنيمة كده بتقول إيه؟ آآ آآ يا رايح للسماء آه أنا رايحة للسماء كلنا مش خايفين من الموت أنا أخاف من الموت ليه؟ أنا مصدقة في كلام المسيح آآ ده الإيمان مصدقة في عمل المسيح اللي عمله على الصليب مصدقة في محبة الله لي هو حبني إلى المنتهى فهكذا أحب الله العالم إذ ونحن بعد خطار مات المسيح مات المسيح لعجلنا صدر دلوقتي خلينا كمان نشوف حاجة بتأكد نفس الكلام ونفس الفكرة بيقول إيه؟ سديده وقاربه وابشره فإنه لن يدخل لن يدخل الجنة أحد عمله قاله ولا أنت يا رسول الله قاله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وأعملوا وعلموا أن أحب العمل إلى الله أدوامه وإنقل وطبعا في صحيح مسلم والحديث صحيح وكل الكلام ده هيتحط ليكوا على الشاشة فقالوا له قال لهم إيه قاربه سديدوا وقاربه وابشروا محدش أعماله دي محدش هتدخلوا أعماله الجنة قالوا له ولا أنت ألهم ولا أنا برحمة الله يا يرحمه يا ما يرحمه هو مزاجه مع إله ماكر ما تنسيش أنه كله مكر كده فيه آيات كتيرة بتتكلم على المكر بتاعه يعني كتلة مكر يعني مش عارف هو رايح فين فأنتو عملتوا أعمال صالحة ممكن يدخلكوا ممكن بمزاجه لأ برضو يعني الأعمال دي ما تتكلوش عليها تدخلكوا بالضبط بصي بقى إذا كان الرسول ما هوش متأكد ولا المسلمين متأكدين تعالي نشوف الصحابة والناس اللي أحباء دولا هيعملوا إيه عن بعض السلف قدرويا روى البيهق في الشعب إنه مر أبو بكر على طير قد وقع على شجرة شايف طير وقف زي عصفورة كده وقف على الشجرة فقال توبى لك يا طير تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الصمر ثم تطير ليس عليك لأيك حساب ولا عذاب يا ليتني كنت مثلك والله لو وددت إني كنت شجرة إلى جانب الطريق فمر علي بعير فأخزني فأدخلني في فلكاني يعني أندغوا ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا يعني هضموا وطلعوا إيه بعرا ده من ده اللي عايز يبقى بعرا أبو بكر أبو بكر عايز نفسي يبقى بعرا مش ده من المبشرين من الجنة البعر اللي هي اللي هو روس البهائلة روس البهائلة الجمل الجمل ولم أكن بشر ما بيتمنى إنه ما يكونش بشر ده واحد مبشر في الجنة أبو بكر اللي بيقوله عليه الصديق عايز يبقى يبقى هو مش بيصدق كلام الرسول ده مرة قال لو إحدى قدمايا في الجنة لا أضمن مكر الله بالزبط يعني الله يروح زقه بالزبط لو إحدى قدمايا في الجنة يروح زقه فيه آيات ومش عارفة إيه وإنت منزلت مين بالنسبة لي زي منزلت مين كلام كتير وبعدين يخاف يتمنى أنه هو يكون زيتر عشان ما يتحسبش ما يتحسبش وما يحسش بحاجة يبقى هو عارف إنه حيتحسب كلهم عارفين إنهم مقراحين آه وعارفين إنهم ماشيين ورا واحد كداب تخيلي واحد زي ده زي أبو بكر أبو بكر يا مسلمين أبو بكر مش بيصدق إنه داخل الجنة اللي بشروا الرسول بالجنة الرسول مش بيصدق نفسه إنه هو هيخش الجنة هجيب أمثلة تانية عمر يا ليتني كنت كبش بيتمنى إنه إيه يبقى خروف كبش أهلي سمنوني يعني أهلوا قاعدوا يأكلوا يألفوا ما بدى لهم حتى إذا كنت كأسما ما يكون يعني أدخنتوا كده يريتوا شوف وصل لقد إيه وزارهم بعض من يحبون جاء ناس يزورونا ها لأهل يعني فزبحوني لهم فجعلوا بعضي مشوي شواء وبعضوا قديدا ثم أكلوني ولم أكن بشرا عايز يبقى خروف يتدبح وتشوي وتأكل لكن ما يكونش بشرا عشان خيب من الحساب ليه عمر عشان خيب خيب في واحد يتمنى أنه يكون حيوان ويتدبح ويتاكل وكده وخيف الحساب ليه ليه صحيح ليه لأنهم قتل كلهم قتل آه لأنهم قتل سرق لسانهم زفر أنكروا اختصبوا عملوا كل ما كل خطيئة عملوها الضمير جواهم بيصرخ يا فرحة الضميرهم يصرخ يعني برضو الإنسان مهما كان حتى البلدين ضميره بيقنابه طبعا لأن ربنا خلافنا الضمير هم دولة شايفين أن فيه كسبة هم مشين وراها ومحبتهم للمال ومحبتهم لشهوات الناس والحاجات دي لسه هي اللي واخد المسيطرة الأكتر فزي واحد زاني كده يقول لك أنا عارف أن أنا بزني بس مش قادر أبطل أنا عارف أن أنا بعمل غلط بس مش قادر أبطل هم نفس الحكاية قال أبو الدرداء واحد تاني اسمه أبو الدرداء صحابي يا ليتني كنت شجرة تعضد وتأكل سمرتي يعني شجرة وفيها السمر وكده ولم أكن بشر واحد عايز يبقى سوري يعني مع احترام للجميع طير والتاني عايز يبقى خروف حيواني يعني والتالت عايز يبقى شجرة وعائش على فكرة آلة واحنا بنحضر نسينا كل ده آه يعني إحنا عشان عاملين حسابنا في الوقت بتاعنا عائشة كان خاي يبقى إذن يا مارينا المسلمين كلهم صحابة في تفسير وإن مينكم إلا واردها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رسول الإسلام ذات نفسه أبو بكر عمر أبو الدرداء كلهم مين ضمن الجنة رسول الله قال إيه يا مسبت الكول بسبت قلب حتى محمد نفسه من يؤمنا يا عائشة يعني ماكيش أمان يعني ماكيش أمان يا حرام ليه ماكيش أمان عشان الله وعده بالنار وإن مينكم إلا واردها لأنهم عارفين إنه مش ماشين في الصح يا مارينا وأنت بلا عذر أيها الإنسان ما عندكش حجة طبعا يعني أنت سامع وشايف الكرآن بيقولوا إيه منكم إلا واردها كان على ربك حتما المقضية فدلوقتي يجي المسلم يقول الحمد لله على إيه نعمة الإسلام في إيه نعمة يقول لبقى الحمد لله على نقمة الإسلام الإسلام نقمة مش نعمة طبعا وإحنا النهاردة كل المراجع اللي إحنا قدمناها عايزينك تحطها يا مسلم تحت المجهر وتشوف كده أنه هل ممكن بعد كده تقول الحمد لله على نعمة الإسلام ولا لأ ونلتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا يا ماري شكرا